بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم أيها الحفل الكريم أبارك لكم حلول شهر رمضان الكريم ويسعدني أن أشارككم هذه الليلة مع زميلي وأخي هادي في تقديم هذه المسابقة والآن نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى من المرأة التي ورد ذكره دعائها في الآية الكريمة ربي ابني لي عندك بيتاً في الجنة دعونا نسمع الإجابة من الفرق نفسها ما جاوبتون أسيا بنت مزاحم أسيا بنت مزاحم صحيح إجابتهم؟ أسيا بنت مزاحم أسيا بنت مزاحم أسيا بنت مزاحم القرار عند لجنة التحكيم كل الفرق أجابت إجابة صحيحة كل فريق حصل على ثلاث نقاط هذه نتائج جميع الفرق الجميع حصل على ثلاث نقاط إذن ننتقل الآن إلى المحطة التالية الأسئلة موجودة عند الفرق عند الإشارة نبدأ الإجابة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة في الآية عتاب لفئة من المسلمين لتثاقلهم عن الخروج للجهاد في إحدى الحروب فما كانت تلك الحرب؟ فما هي تلك الحرب؟ حنين حمراء الأسد تبوك ومؤتة الفرق المشاركة ما تقول؟ ما هذا يقول عبد الله حبيب؟ ما عدنا فكرة الله جاوبنا مؤتة الإجابة الصحيحة كانت تبوك جميع الفرق إجابة صحيحة ما عدا فريق الهداية فريق الهداية إجابة خاطئة تفضل أستاذ عباس فريق الهداية عندكم خيارين تروحون في الباس خيارات على الشاشة في الباس ملاحظة الطائرة عندما تختار خيار الطائرة وتبرز التذكرة فإن الإجابة الصحيحة ستعطيك درجتان أو نقطتان ولكن إذا كانت الإجابة خاطئة ستكون الدرجات بالسالب سيخصم منك نقطة واحدة ترت الباس؟ السؤال هو أكمل الحديث التالي من غرر الحكم لأمير المؤمنين عليه السلام فراغ أول الشر هل هو الطمع أم الحسد الحرص أم الكذب الإجابة الصحيحة هي الطمع وأجاب الفريق إجابة صحيحة إذن يحصل على نقطة واحدة واخدتون الطيارة ما حصلتون نقطتين؟ خفتون تخسرون نقطة المحطة الثالثة الآن عند السيدة زينب عليها أفضل الصلاة والسلام نسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلنا في سوريا عالم وفيلسوف إسلامي نجح في التقرب من القائد المغولي هولاكو وأقنعه ببناء مرصد كبير في مدينة مرغامة كان له أثر بالغ في حفظ العديد من الكتب النفيسة من التخريب والدمار الذي رافق الغزو المغولي لبلاد المسلمين هل هو ابن سيناء أم نصير الدين الطوسي أو أبو ريحان البيروني أم يعقوب ابن إسحاق الكندي الطوسي أبو هاد يقول الطوسي على ضمانته توقعون صح هناك فرقتين صحيحتين الإجابة الصحيحة هي نصير الدين الطوسي العالم الكبير نصير الدين الطوسي هذا حكيم يسمى حكيم أو هو الفيلسوف المشهور وكان له علاقات مع الفيلسوف والفقيه الكبير ابن الشيخ ميثم البحراني وكان بينهما اتصال وكانت هناك مراسلة عندما ضاق بعض الطلبة البحرانيون بعض الطلبة البحرانيين بظروف معيشتهم وكانت هناك مراسلة بين الشيخ ميثم والشيخ الطوسي علشان يساعد في تمويل الطلبة وتغيير أحوالهم والشيخ الطوسي هذا يعني اتهم وتطاول عليه بعض الطائفيين عندما قالوا أنه قد تعاون مع المغول وتسبب في قتل أحد الحكام العباسيين والواقع هو افتراء والآن مو في محل الرد لأنه الآن مجرد مسابقة خفيفة وهي معلومات بسيطة ممكن أثقلنا على بعضكم بها ولكنها يعني هي راحة العان مع الهوى يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لازلنا في محطة الحي الزينبي الفرق اللي أجابه وإجابة صحيحة فريق الإمام المهدي وفريق الهداية إعادة أو السؤال الإضافي رح يكون إلى فريق المجلس وفريق الإمام الصادق باص ما في طيارة درجة الأولى خافون من المغامرة طيارة غالية طيارة مبربورة رخيص غامر لا تخاف يلا الباص على بركة الله نبدأ فضلوا سهل السؤال لو صعب سهل لو اخترتون طيارة قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا نزلت الآية في من حكيم ابن حزام أم رافع ابن حريملة أم سهل ابن حنيف أم الحارث القرشي شنو إجابتكم شنو إجابتكم كانت واحد وهي حكيم بن حزام نفس الشي حكيم بن حزام للأسف الإجابة خاطئة الاسم عجبك إن شاء الله عندك بيتين أو ثلاثة أو شيء يعجبنا يعني علشان نقدر نوديك للمحطة الثالثة ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني صلوات أحسنت الله صلي على محمد وآل محمد طريق الإمام الصادق أبو منتبر بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً فريق الإمام المهدي متصدر الآن في المسابقة بتسع نقاط يليه فريق الهداية بسبع نقاط ثم يتساوى الفريقان فريق الإمام الصادق وفريق المجلس بست نقاط سنرى الآن كيف تشتد المنافسة بين الفرق المتسابقة أتوقع لازم تستخرمن الطيارات الآن سننتقل إلى الجمهور عندنا سؤال للجمهور وجائزة توزعت عليكم أرقام رقم تسعة رقم تسعة حياك السؤال يقول معلومة عرضت علينا على الشاشة في البداية كم مرة تم إعادة بناء الكعبة 11 مرة 11 مرة سمعناها من الجمهور لكن ما عليه تستاهل جائزة وهي هدية ذكارية عبارة عن فلاش ميموري مقدمة من اللجنة المنظمة المحطة التالية هي سام الراء محطة سام الراء السؤال كان بعث النبي صالح عليه السلام إلى قوم ثمود وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم باسم آخر فما هو هذا الاسم؟ أصحاب الأيكة أم أصحاب الحجر أصحاب الأخدود أم أصحاب الرس لجنة التحكيم عب الأيكة يقولون فريق الإمام المهدي كل الفرق أجابت إجابة صحيحة ما عدا فريق الإمام المهدي إجابة خاطئة الإجابة الصحيحة أصحاب الحجر فريق الهداية تقدم بعشر نقاط في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الفرق الثلاثة المتساوية في النقاط بتسع نقاط إذن الفارق تقلص إلى نقطة واحدة وتشتد المنافسة تقلص إلى نقطة واحدة وتشتد المنافسة سؤال إضافي لفريق الإمام المهدي عفواً الإمام المهدي طيارة الأوباس غامر وتقدم عليهم طيارة طائرة شجاعة عرضوا الطيارة نتمنى تحصلون على النقطتين وتسافرون مرتاحين في الطيارة على خطوط طيران بربورة إذا جاوبتون إجابة صحيحة تحصلون نقطتين إذا جاوبتون إجابة خاطئة تنخصم منكم نقطة واحدة عن أي إمام وردت الزيارة الجامعة الإمام الهادي عليه السلام الإمام الرضا الإمام السجاد الإمام الكاظم الإجابة الصحيحة حصلون على درجتين وهي الإمام الهادي عليه السلام تنفع المخاطرة أحياناً قربوا منكم النتائج الآن فريق الهداية عشر نقاط فريق الإمام الصادق تسع نقاط فريق المجلس تسع نقاط فريق الإمام المهدي أحد عشر نقطة في الصدارة الآن محطتنا القادمة ننتقل إلى مدينة الكاظمية لجنة المنظمة توزع الأسئلة على الفرق ما إعراض رسول في الآية المباركة من سورة البقرة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين الإجابة الصحيحة خبر مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على آخره فريق الإمام المهدي يتقدم بقي على الصدارة بأربعة عشر نقطة يتلوه فريق الهداية بثلاثة عشر نقطة ثم فريق المجلس اثنى عشر نقطة وفريق الإمام الصادق تسع نقاط فريق الإمام الصادق رفع الطائرة رفع الطائرة خاطرهم في درجتين بس تحملوا تخسروا درجة بايعينها خلاصة لا إن شاء الله تحصلوا درجتين السؤال إضافي إلى فريق الصادق فريق الإمام الصادق اذكر الآية التي ضرب الله بها مثلاً لمن اتبع هواه وأخلد إلى الأرض طائرة للأسف الشديد ماذا كان الجواب؟ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الآية 156 من سورة الأعراف طبعاً الإجابة كانت خاطئة لم يكن هناك إجابة حقيقة وخسر فريق الإمام الصادق لم يجيبوا إنكتبوا لأنهم ما أجابوا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب الرجسة ليذهب عنكم الرجسة أهل البيت ويطهركم تطهيرا نتائج الآن فريق الهداية 13 نقطة فريق الإمام الصادق 8 نقاط فريق المجلس 12 نقطة فريق الإمام الهادي 14 نقطة فريق الإمام المهدي 14 نقطة وهم في الصدارة محطة السادسة كربلاء المقدسة عند سيد الشهداء عليه السلام فيما نزلت الآية المباركة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة أسماء بنت زيد أسماء بن زيد أسماء بن زيد هي الإجابة الصحيحة لجنة التحكيم فريقين طبعاً أجابوا إجابة خاطئة فريق الإمام المهدي وفريق المجلس السؤال الإضافي لهم المجلس وفريق الإمام المهدي إجابتكم خاطئة اختارون طيارة للباص طيارة بعد نحطط الطائرة إن شاء الله في تذاكر عاد باص لو طيارة طيارة باقي سؤالين الفريقين اختاروا الطائرة إما درجتان وإما ناقص درجة السؤال كان من هو مؤلف كتاب المواعب هل هو الشيخ عباس القمي أم الشيخ الصدوق أم الشيخ المفيد أم الشيخ محمد تقي بهجة لجنة التحكيم الشيخ الصدوق هي الإجابة الصحيحة طبعاً الفريقين أجابوا إجابة خاطئة الشيخ الصدوق هي الإجابة الصحيحة صادم واحد للفريقين الآن النتائج بعد النهائية فريق الهداية 16 درجة فريق الإمام الصادق 11 درجة فريق المجلس 11 درجة فريق الإمام المهدي 13 درجة صدارة لفريق الهداية لأخ عيسى مكي عنده شيء عشان يشفى عليه وينتقل للسفراء ما شفت عند النبي عند إباء عندما دخل في فتح مقه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء فريق المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى قبل المحطة السابعة ناخد سؤال إلى الجمهور 77 77 في أي عام ولد الإمام المهدي عليه السلام 15 شعبان 15 شعبان لكن في أي عام 255 225 ومساعدة من الجمهور 255 نعم في العام 255 للهجرة جائزة لمحمد عبارة عن فلاش ميموري هذية ذكارية من اللجنة المنظمة الآن إلى رحاب أمير المؤمنين بقية السابعة والثامنة ما إعرابوا دراهمة في الآية المباركة من سورة يوسف وشروه بثمن بخس دراهمة معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ماذا أجبتم فريق الإمام الهادي هذا المرفوع لأنه ممنوع من الصرف والعلم عند الله طبعا تميز فريقين أجابوا إجابة صحيحة فريق الإمام المهدي وفريق الهداية لكن فريق الإمام المهدي هو الذي أجاب إجابة صحيحة تامة بدل مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف إجابة صحيحة ما شاء الله بينما فريق الهداية أجاب بدل منصوب هو خطأ بدل مجرور بالفتحة بدل منصوب بالفتحة لكن لكن الأعراب صحيح بدل الخطأ كان في علامة الأعراب ما شاء عربتون لا لو كان الخطأ في الأعراب الأعراب صحيح يعني بدل وإنما الخطأ كان فيه إذن إجابة صحيحة للإمام المهدي وإجابة صحيحة بدل مجرور ولذلك سيعطى فريق الهداية درجتين فقط ليس ثلاث درجات لأن إجابتكم غير كاملة فحصلتون على درجتين وفريق المهدي حصل على ثلاث درجات إذن فريق الهداية يبقى في الصدارة بفارق 18 نقطة بفارق نقطتين عن فريق الإمام المهدي أما فريق الإمام الصادق وفريق المجلس فبقي على 11 نقطة أشوف طائرات في طائرة ارتفعة هنا هنا طائرة لاباس طائرتين ما شاء الله اذكر الآية التي تذكر أن الأعمال تعرض على الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام وقلوا اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون سورة 105 من سورة التوبة فريق المجلس طبعا حصل على درجتين وفريق الإمام الصادق خسر درجة وبقي فريق الهداية في الصدارة بـ 18 نقطة بفارق نقطتين عن فريق الإمام المهدي عليه السلام المحطة الأخيرة مشهد المقدسة المحطة الحاسمة ما معنى الجودي في قوله تعالى واستوت على الجودي هل هو اسم جبل أم اسم واد أم اسم بحر أم اسم نهر اسم جبل اسم جبل والجمهور وشي قول جبل اسم جبل جبل إجماع على الجبل إجماع على الجبل لجنة التحكيم ماذا تقول اسم جبل تواتر الخبر النتيجة النهائية طبعا فريق الهداية بـ 21 نقطة يليه فريق الإمام الهادي 19 نقطة ثم فريق المجلس 16 نقطة ثم فريق الإمام الصادق بـ 13 نقطة طبعا ينتقل فريقان الهداية والإمام الهادي إلى الجولة التالية وهي الجولة النهائية يلتحق بهما الفريقان الأول والثاني من الجولة التي ستقام غدا إن شاء الله وسيلتقون الفرق الأربعة في النهائي يوم الأحد أفلح من يصلي على محمد وآل محمد